بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد عرضنا في الحلقتين السابقتين مشكلة غلاء المهور وما أدت إليه من انتشار ظاهرة العنوسة وظاهرة الطبقية والتين حرص الإسلام منذ بواكيره الأولى على القضاء عليهما قضاءا مبرما لما يترتب عليهما من ضياع حقوق تمس حياة المرأة والشباب مسا أليما مباشرا واليوم نعرض لظاهرة سلبية أخرى أثرت تأثيرا سيئا على شخصية المرأة والأسرة وأربكت حياتها وحياة أطفالها هذه الظاهرة هي ظاهرة فوضى الزواج وأيضا فوضى الطلاق وكلاهما أتر من آثار فهم نصوص الشريعة فهما فيه من وحي العادات والتقاليد أضعاف ما فيه من وحي القرآن الكريم والسنة النبوية وأقول إنه رغم امتلاك أمتنا من التعاليم التي تكفل رقيا المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا أنها لا زالت تراوح بين مد وجزر وتقدم وتقهكر على طريق النهضة والإصلاح وسبب ذلك فيما أرى أمران الأول أنه حدث في مسيرة تشريعنا الفقهي ما يشبه السيرة في عكس اتجاه النصوص وذلك حين طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث على التشريعات القرآنية والنبوية الواردة في شأن إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها حتى صارت التقاليد كأنها الأصول وصارت النصوص كأنها فروع خادمة لهذه الأصول وبعبارة أخرى تحكمت العادات والتقاليد في فهم النصوص وكان المفروض أن يحدث العكس وتتحكم النصوص في تهذيب العادات المتسلطة على حقوق المرأة وقد نتج عن هذا الوضع المعكوس فقه صادر على المرأة بعضا من حقوقها الشرعية أو حال بينه وبينها وكانت الثمرة المرة لهذا الوضع أن أصبحت المرأة المسلمة التي حرر الإسلام عقلها منذ قرون عدة من قيود الجهل وأطلق إرادتها من التبعية العمياء أصبحت هذه المرأة مضرب الأمثال في الضعف والاستكانة والانزواء بين الجدران أما السبب الثاني في تعقيد وضع المرأة المسلمة اليوم فهو في كلمة واحدة اختلاط العادات والسياسات بالدين وإخضاعه لأهوائها وتقلباتها وتحت هذه الكلمة غور بعيد من البحث والدرس ليس فقط فيما يتعلق بأسباب التراجع في مجال نهضة المرأة المسلمة وقدراتها الهائلة في بناء مجتمعها بل فيما يتعلق بأسباب الضعف العام في جميع مجالات المجتمع العربي المعاصر ومعلوم أن دور الدين بصورة عامة والإسلام بصورة خاصة هو دور المجدد للفكر والمفجر للطاقات والمحطم للعادات المكبلة للإرادات والحريات وأن ربط الدين بالسياسات المتقلبة يضعف من قوته وطاقته وقدرته على التغيير ويدفع بالعادات والتقاليد لتأخذ مكانه في قيادة المجتمع وحالة إذن يضطر الفقهاء للسحداث فقه يميل بطبيعته للتشدد بقدر ما ينحرف عن روح النصوص ومع هذا الإرث المتراكم فقدت المرأة المسلمة كثيرا من ثوابت شخصيتها وظلت في حالة كر وفر بين فقه موروث يحتاج إلى تجديد وفقه غربي ضارئ على ثقافتها الضاربة في جذور أعماقها الفكرية والنفسية ولسنا في حاجة لضرب العديد من الأمثال للتدليل على أن فقه التقاليد والموروثات من شأنه أن يحرم المرأة باسم الشريعة من حقوق كثيرة ما كان لها أن تنالها لولا هذه الشريعة السمحاء ولكن أكتفي بالإشارة إلى بعض أمثلة لهذا الصراع بين صحيح الدين من ناحية وسيطرة العادات وما ينتج عنها من مآس في حياة المرأة المسلمة المعاصرة من ناحية ثانية من أمثلة الصراع بين فقه صحيح الدين وفقه العادات والتقاليد هذا الالتواء في تفسير نصوص القرآن الكريم والسنة المشرفة التواء شوه صورة الأسرة المسلمة وأدى إلى ما يمكن تسميته ظاهرة فوضى الزواج وفوضى الطلاق أيضا وما نشأ عنهما من ضرر بالزوجات والأمهات في حالات فوضى التعدد ومن حرمان الكثير من الأطفال من حقوقهم في عيش آمن وأسرة مستقرة واستقطابهم فيما يعرف بأطفال الشوارع واستغلالهم في جرائم الجنس والسرقة وترويج المخدرات والمتاجرة بطفولتهم البريئة في الإعلانات وإجبارهم على أعمال لا يضيقونها ولا حيلة لهم في الصبر عليها